وفي مصر إحنا يعني زي ما حدك قلت أنه كان فيه لجنة حضرتك شرفت أنك كنت عودوا فيها بقى فيه اتجاه أنه هو يدخل هذا الأمر طبعاً دي حاجة حلوة وطبعاً طبعاً هيكون فيه اتجاهات معارضة لها حول أنه مين اللي يستخدم الجهاز وهل الحالة تستدعي ده ولا لأ ولكن أعتقد أنه في النهاية المحصلة العامة أو الفايد الفايدة الأعام يعني زي ما بيتقال إيه أنه إنقاذ حياة مريض تستاهل التفكير وتستاهل هذا السعي وتستاهل هذا الجهد كل المناقشات دي تمت في الخارج بره وعدوا في المراحل دي برده هل الجهاز ده يعني أنت عندك القدرة النفسية أنت تستخدم في ناس تخاف لك أنا الجهاز قدامي بس مش حادر استخدمه فلازم يبقى فيه برده حملات توعية للجمهور بحيث أكيد حيبقى فيه واحد عنده القدرة أو تضرب ممكن يكون يتضرب قبل كده ده ممكن يكون موجود كمان في المولات وفي الأندية الرياضية وكده وثبت أن الدول اللي بتستخدم الأجهزة دي الحقيقة نتائجهم جميلة جدا وممكن يحصل نسبة استرجاع التوقف عضلة القلب يمكن فوق السبعين في المياه ده يعني ده حاجة عظيمة وحاجة عظيمة أن إحنا نكون مش بعاد عن اللي بيحصل في البلاد المتقدمة أو المتطورة